اشتركوا في القناة وتعلق أجال تقادم السقوط بخصوصه ما ننساوش اللي بخصوص الحصانة اللي هي مادة سياسية مغلفة بالقانون واستثناء النجم قلوحة الاستقلال قضاء اللي كان لهو اللي اترح في الفصل هذا 87 تيلة تتوليه تيلة تتوليه أنا عندي تحفظ بخصوص الناس اللي يقول لك حتى التتبعات تعلق منذ توليه لماذا؟ كيف تقول تيلة تتوليه التولي تعني في الزمن تاريخا في الانتلاق في العدي وتاريخ نهاية مثلا نقوله 30 اكتوبر 19 الى 29 اكتوبر 24 الرائل الحصانة ما تنطلق الا منذ التولي لا قبلها اذا نفهم اشكال كبير في حكاية الحصانة وقتاش تنطلق هل عندها مفعول رجعي ولا لا وخاصة الحلولي الاشكال منتع التقادمة منتع السقوط اجل تقادم ومن بعد انتع دوليه الاشكال الثاني في جميع الحالات مهما كانت السرعة حتى في الحملة الانتخابية للدورة الثانية وحتى في البعض انتخابه ديمقراطيا لا يمكنه ان يغادر اي ان كان السجن المرنجي او السجن اخر الا من قبل سلطة القضائي لا البرلمان ينجم على عكس ما يتداول لا رئيس الجمهورية لا رئيس الحكومة لا المسل على القضاء لا محكمة التعقيم ما ينجم يخرج الا ببطاقة افراج ممن له الملف والمتعاهد به طور من الصعب جدا ان يتولى التحقيق الابتدائي اصدار رفع الاداء واصدار بطاقة في الافراج عليه لسببين اولا من حيث العدد ما ينجم شي قاضي فردي طيح قرار منتع مجلس منتع دائرة اللي هو تركيبة جماعية ما ينجم شي واحد يكون حق من ثلاثة يضافه لذلك وهو الاخطر والاصعب اللي لا يحق لقاضي التحقيق اللي هو بمثابة انسان المواطن محكمة ابتدائية ان تنقض عملا قضائيا او قرارا مهما كان نوعه صادر عن قاضي درجة ثانية بمثابة انسان المواطن محكمة ابتدائية تنقض قرار انتع محكمة الاستعناف لا يؤقلوا سينو سينو شنبولمان فوضى قضائية عارمة اذا عنا اشكال في بورا ايجومي وضعيته توا بين الدايراتين وحملة الانتخابية وما بده تكافأ الفرص ويش تحلبوه بالآخر فما عدم تكافأ بش يولي اثنين حكاية الحصانة مش بالوضوح اللي روها البعض الثلاثة واخيرا هي امكانية مفهوم الحصانة والتولي والمباشرة وكيف سيقع الاجراء في جميع الحالات هي السلسلة من الانسدادات القانونية على اقل ثلاثة واربع وفيهم حتى نص واضح المشكلة ساعة ساعة فمالالوجيك دو سيري كي تبدأ قطاع اصلي يؤدي الى عدة اشكاليات سيد نبيل القروفات بالانتخابات ينتهي الاشكال لو قابلة قاضي التقيقة ودارة الاتهام القاضي المتعهد خلنا سهله عن المواقق قابلة بان الحصانة معناها هي عامة وتنطلق حتى بخصوص وتفعل حتى بخصوص تتبعات ويقع اقرار الافراج ينتهي الاشكال الاشكال اللي سئلته سيادتك يرفض قاضي التحقيق ولا دارة الاتهام اصدار بطاقة افراج وقتها تولي تولي الامكانية مطروحة وتولي وقتها هل هو مؤقت او دائم اه لهنا من يقرروا ذلك المحكمة الدستورية والبرلمان لكن عنا توا سابقة عنا سابقة كونه اعتبر وقتها صارت صارت زوز قراءات عند في اخر جمعة عند الوعكة الساحية الحادة انتع سيلباجي الله يرحمه وصارت زادا بعد عند شهور نهائي في 25 جوليا وصارت زوز اراء فما يقول لك اجراء مستحيل والنجم والنجز وانتعديو البرلمان فقط فما رأيون اخر يقولوا يمكن بنوع من الاجتهاد عن فرس للوع نقولوها نحنا الجوريست بش على اساس كونه المحل هي دستورية للمراقبة مشاريع دستورية القوانين هي طالما تعود محكمة دستورية الى حين تثبيت المحكمة الدائمة يجوز بنوع من الاجتهاد نعتبروها تقريبا اي خاصة معناها هي تقريبا فهي سلطة تقريبا هي ستعاين فقط اذا طالما حصل هذا السبق والتأمت وقرت الشغور النهائي عند تسلم قبل ان تسلم محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بشفة وقتية اظن انه معناها يمكن استنجاة كذلك بهذه الوضعية والاقرب الى الظن الارشق قانونا هي اعتبار ذلك شغور مؤقت علاش خاطر يمكن في اي لحظة اصدار بتاقت الافراج ان تواصل الشغور الوقتي ذلي مدة ستين يوم وقتها بالضرورة مباشرة يعتبر شغور دائم ويخاطر حتى شغور الدائم يعطي بعض الحالات على سبيل الذكر يقول لك الوفاة الاستيقالة وما يقوم مقامها معناها شغور يعتبر معناه معناه خذوع المنتخب خاضع لبطاقة قضائية يعتبر نوع من حالة شغور نهائي ونقول لحنا في القانون الاداري بقوة القانون بقوة القانون بقوة القانون من نجامشي تولى فات ستين يوم وقتها مشبورين نتعداو الى انتخابات رئاسية مسبقة سابقة لأوانها كما فعلنا مع سلباشي قاية السبسي فلا هذا يظل الفصل 148 فقرة سبعة يحدث المجلس الوطني التأسيس بقانون الأساسي هيا وقتها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بسكرة واضح ولا اظن فما معناها نوع من شاباتوار نوع من مش نوع من مخرج معناها فما فرضية لتسهد وبش تعطي للقرار النهائي نوع من الشرعية والمشروعية تطلب حتى برشا يغلطوا ويسخف مسائل هذه كانوا حتى كالمحكمة دستورية شوروها ما تعطيش العراع للمحكمة دستورية الوحيد المؤهل اللي أعطاها العراع في كل المواد وقارونيها المحكمة الإيدارية في كل المواد من كل السلطات العمومية دايرا في فرنسا نحن خميش بنها المحكمة الإيدارية مالكونسي ديتار كيد برلمان ولا السلطة العمومية يسلحكم رئيس الجمهورية في فرنسا يعطي پورافي يقدم ذكرها وقتها في الاعتداءات على الجليجون فكالاستعمال الأسلح مأطاها پورافي كل شيء يوقف يستناو وان كان رأيها غير ملزم فهو يقيد معنويهم سياسية من السلطة الحاكمة إذن الحل أنصح الناس الكل ليجيه ولا البرلمان ولا كل ما معناها المعنى في سلسلة هذه الانتخابات الرئاسية أن يطلبها رأي المحكمة الإيدارية الجنسي بالمترجملة من فلسلة في فالشبال الباطع